اعتصمت عائلة الاسير احمد زهران في ساحة الصليب الاحمر بمدينة رامالة المحتلة دعما واسنادا له في معركته المتواصلة بالاضراب المفتوح عن الطعام منذ 86 يوما مطالبة المجتمع الدولي والفلسطيني بتحمل مسؤولياتهم 86 يوما دون طعام بظروف اعتقال صعبة واجراءات تعسفية لكسر ارادته الاسير احمد زهران يدخل مرحلة الخطر مع استمراره بالاضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الاداري الخطورة تتفاقم نتيجة خوضه اضرابا اخر هذا العام سمر ل37 يوما انتهى بشهر تموز الماضي بوعودة كاذبة ومطالبة لم تحقق والله دايما نقول يا رب تصبرني يا رب تصبرني طنيب في الليل بقوا مطنب على الله الله يصبرني يعني صابعت والله لو شهر لا تحمل والله لو شهرين ما ثلاثة شهر وشهر كبل في بينهم عشر اتنى عشر يوم لا صح صح ولا رجعتها فيته ولا شو متخايله قدامي زي ما ترمي الوركة على زي جلال اتخذ المرمع اتخذ شو بده تخايله يعني الكاتل المحامي بيجي بيقوله منيح ومع نووياته ومع وما بعرفت ايش بقول ان شاء الله ان شاء الله بستبسدك يعني انه منيح منيح لا ثلاثة شهر يتخايله لابدهم يغدروا فيه زي هذيك الدور بجوزة وصار شو يجرانه على المطرح يعني هيتش متخايل بسلاحي الصبر والامل يحارب الاسير احمد المنظومة الصهيونية باكملها لكن الاحتلال لم يكتفي بما اتخذه من اجراءات عقابية بحقه بل ها هو يحاول كسر معنوياته بنشر اكاذيب تتعلق بفك الاضراب حالة الصحية تزداد سوء يوم بعد يوم وعنده نزول في الوزن 48 كيلو من 92 كيلو وبعاني من شغلات وجع في البطن في الرؤي دوران في الرأس عدم الكدر على الحركة السبب وجودنا اليوم لإصار رسالة الى الصليب الاحمر الدولي بالاجذوب التي تلاعب بها ونقلها الى وسائل الاعلام ووصلتنا عبر وسائل الاعلام وصل المسج بان احمد زهران فك اضرابه واحمد لم يفك اضرابه ومصمم على الاضراب لحين تحقيق مطلبه باذن الله الاسير زهران انضام مجموعه 15 عاما بالمعتقلات لكن يبدو انها لم تكن كافية لتشفي غليل المحتل الذي يصر على تعذيب العائلة وحرمان اربعة اطفال من حضن والدهم حتى بعد انتهاء محكوميته من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا